اشتركوا في القناة اما كلام او تصرف كفري صريح تستطيع بينك وبين نفسك بينك وبين نفسك تعتبره قد خرج من الملة لكنك انت تعلن ما نعطاك الى انت عالم متبوع حتى يستفيد الناس من هذا الاعلام ولا انت قاضي في مجلس قضاء شو المناسبة انت تعلن اذا كان انسان عالم متبوع في اعلانه لهذا البيان انه في الان مرتد في مصلحة ظاهر راجعة ومفيدة او انت قاضي في مجلس قضاء تحكم على شخص ارتد حين يدي الا بأس اما انك والله فرد عادي لا مصلحة من الافتاء الا البلبلة لانه غيرك يبين راح يقول كافر وغيرك راح يقول المسلم وراح يصير يتساهل الامر عموما في مسألة ردة لكن انت ما تحتاج هذا كله اصلا انت عندك عمل كفري انت عندك ما الاسلام ما موجود العمل بالدين ما موجود يعني انت نقض الاسلام نقضا كاملا بل بالعكس يحارب الاسلام فانت عندك كفر صريح وحرب على الدين فما يحتاج تكفر الناس واحد واحد يعني كل ما تحتاج ان تعمله كل ما تحتاج ان تعمله وتبرره شرعا موجود دون ان تقول والله فلان مرتد وفلان مرتد اما من اسمنا الاسعودة الاسعود مثل غيرهم فيهم فيهم الملحد وفيهم عدو الله المتامر مع الكفار فيهم الخارج من الملة وفيهم المنافق وفيهم الفاسق وفيهم الفاسق المغرق في الفساد لكنه داخل دائرة الدين وفيهم اللي هو يعني يأتي بعض الفساد لكنه فيه شيء من الدين محافظ على وفيهم المتدين ما تدري شيء صعينا قليل لكن فيهم فيهم ناس متدينين ويتمنى ويتبرأ من من بقيتهم فحنا لاستطيع ان نقول والله اهل السعود لانهم والله من نسل فلان اذا هم كفار مرتدون هذا النهج ليس مقبولا